مستمرين مع كرة اليد وحارس مرمى النادي الاهلي عبد الرحمن حميد اللي انتهى عقده مع النادي الاهلي وجدد لمدة اربع سنوات قادمة دي طبعا صورة حميد والتجديد لمدة اربع سنوات وكان التجديد طبعا فيه قيادة كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بدعم المجلس الادار اكيد وطبعا مهم جدا تحافظ على قوام الفريق احنا طبعا كابتن عسام الطيار يعني حارس مرمى الفريق تم السمح لي بالسفر يلعب في ألمانيا السنة اللي فاتت ده كان بسبب ان انت عندك حارسين مرمى يعني اتنين حراس مرمى عليين جدا عبد الرحمن حميد وعبد الرحمن طه طبعا حميدة اللي عايزة اطمينكم ان الحمد لله يعني قريب جدا هيكون في الملعب حميدة حضراتكم عارفين السنة اللي فاتت بعد مباراة الزمالك جاله يعني صليبي وبعد كده تعالج بشكل كبير وعمل عملية وهو بيصارع الزمن عشان يكون موجود مع الفريق طيب معانا على التليفون يا جماعة جاهز معلش معلش طيب يعني احنا بنتكلم كده عن يعني تجديد اللعيبة والحفاظ على قوام اللعيبة لا احنا بنتكلم هنا عن نادي الاهلي تخطيط وكمان اتخاذ العوضي من سياسته من اول ما جاه بيمد اربع سنين مفيش لعيب يمضي سنة مفيش اتنين وكل الاخبار اللي هتشوفوها واللي شفتوها اربع سنين وده فكر 100% صحيح انت عشان تحقق مكسب يجب يكون فيه stability stability يعني ايه يعني اللعيب مكمل معك انت عارف اللعيب ده قاد معك اربع سنين طيب في وسط الاربع سنين حصل مش عايز تجدد بالطرفين بيبقى فيه تراضي ولكن النهاردة لازم يكون عندي stability ولكن عكس كده هتقعد كل سنة في المفاوضات وممكن تغمى تفتح تلاقي مجموعة من اللعبين مش موجودين يبقى ده بيعمل زلزال كبير في الفرق الف مبروك حمايد ان شاء الله ترجع بالسلامة ويكون اكيد دايما يعني في مستواك المعهود واللي الحقيقة انت وعبد الرحمن طه امين بدور كبير جدا جدا ترجمة نانسي قنقر